الرياضة تتغير وهي تتغير بشكل صاروخي للأمام وهذا شيء حقيقة يلمس القاسي والداني أنا يعني ألاحظ في كل فترة هناك تطور وهناك تنوع وهناك تجديد وفكر جديد بالنسبة للرياضة السعودية يقودها معالي ستاة تركيا للشيخ هذا العمل حقيقة يعطينا انطباع أننا نحن خلال الخمس سنوات القادمة سنكون إن شاء الله من أفضل الدول ما هو قارة تاسيا يمكن ننافس على مستوى الدول الأوروبية والدول طبعا الأسوية بالنسبة للكريكت والحاجات هذه طبعا يعني بغلنا فترة عشان إيش نتعود على هذه اللعبة ولكنها في النهاية أكيد أكيد في الفترة القادمة حيكون لها جماهير ولها متابعين ولها شعبية أنا أقول عملنا إن شاء الله ماشي للأمام وعملنا الحمد لله يعني ماشي بتوجهات وبفكر معين يعني ما ننسى ما ننكس كل شيء على كرة القدم لا فيه تركيز على كرة القدم ولكن فيه تركيز برضو على الاتحادات الأخرى والرياضات الأخرى وهذا حقيقة يسجل للرئيس الهياء حقيقة يعني كلنا يعني سعيدين بهذا التنوع وهذا الفكر الجديد وهذا العمل الحقيقة الاستراتيجي وواضح إن هناك فيه فكر متجدد والشيء اللي عجبني أكثر حقيقة اختيار نوافى الطمياط نائب الرئيس الاتحاد رجل ولد ملعب زي ما يقولوا له حقيقة كريزمة وقيادة أتمنى له التوفيق أتمنى الاتحادنا بإذن الله التوفيق الدار على هاشتاغ في تغريدة من الزميل علي الزهراني الصحفي المعروف يقول قريبا إنشاء نادي للبولو في المملكة والبولو في الرياض بدأ في نادي ديراب